سلام لابنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنين يا ربي في هذا الفيديو حندير معكم قغاة انتا البندومي بزا في جيبنين كاين بزا في يقولوا له خبز التوست في البلدان العربية ان شاء الله يعجبكم ملح بزا في الاطفال ومامتون سريع وبزا في بنين ان شاء الله جربوه بطريقتي ما تنسونيش بجام وكومنتاء وبختاج للفيديو واللتحق بنا اول مرة نقول له مرحبا بك في القناة ما تنساش الاشتراك ويتفعيل جرس ليصلك جديدي ونروحو مباشرة بطريقة التحضير بسم الله اول حاجة دبت شوية زيت في المقلة كما تشوفوا تقريبا زوج مغارف كبار وقطعت البصل قطع صغر هكذا رح ندير ديغاك تومون البصل يتقلى في هذك الزيت بهذا الشكل نقلي وهو شوية بعدها رح نضيف كمية الفيونداشي هكذا اللي حابت دير قطع الدجاج الدير الجاج النورمال هكذا زيت ليزي بيس ففل اسود وففل عكري وتوم بودرا ولا ديري سنة التوم ترابيها نخلطو مليح وبينسي اغل الملح ما ننسوش الملح هكذا بعدها ضفت كمية الزيتون ودرت شوية تالي زربي دي بروفونس او الاشاب المعطيرة او المنسيمة اللي ما عندوش يدير شوية معدنوس انا كيما قلت لكم ولادي ما يحبوش المعدنوس هكذا وليحب الخوضر يدير الخوضر كيما يقدر يدير هنا يا الكاروت غابي ولا يدير كورجات غابي ولا يزيد اي اي خوضراء فلفل ولا طوماتيش انا خليت لا فخ سادك خليتها على ذاك الشكل ما حبيتش نكثر الخوضراء ما يحبواش ولادي كيما قلت لكم وهنا جبت خبز تاع الباندومي كيما كم تشوفو راح نحلو كامل هذوك الجوانب او ليكروت باش يجيني في في البلادوفور او في البلادوفور هكذا تحبو تنحو كامل هذوك الجوانب تنحوهم ولا تخلوه بهذا الشكل ولكن عندكم المولة تاكم مجي عليها الباندومي يجي سواسوا خلوه عادي بلا ما تنحولو هذوك ليكروت وهنا جبت بلا يدخل للفوق ادهنتو بشوية زيت بهذا الشكل منذ كنتو ما لحسب عدد الافراد العائلة انا مع عائلة صغيرة درت غير هذي الكمية وكل واحد وشي يحب يدير كيما كم تشوفو راح نستف هذوك الباندومي او خبز الطوست في الصينية او لوبلا بهذا الشكل المهم انو الخبز تقطعوه لحسب سنيوة واللي عندو سنيوة كبيرة يسي يدير كامل تقدري تديري خبزة كاملة خبزة بتاع الطوست كاملة لكي الاختيار كيما حبيتي المهم نستفوه كامل في هذي كسنيوة او لوبلا بعدها راح نجيب الفخص اللي طيبناها اللي قد لكم هنا تكون اختيارية لحسبوش عندك قد راح تديري غير الخضرة ولا احتبصله طوماتيش تاني يجي بزاف بنين ولا انصص اه انصص طومات مع الفلفل لو كامل تكتوك عادي تاني يجي بزاف بنين احنا لفخص تكون اختيارية ما كش مقيدة بوجد رتانا هكذا تاني بالجاجي يجي بنين ومبعد نزيد نكمل نحط البندويمين من فوق كما كنت شوفو نضغط هكذا هذا لو كراتان بزاف سهل ويحبوها بزاف الاطفال مع الدخول للمدرسين وجه تحية كامل للاطفال ان شاء الله ربي يوفق كامل اطفالنا ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله ويحميهم هنا جبت نص نص بوطة كرام فخش لحسب الكمية اللي استعملتها انت قد تستعمل الكمية كومبلي بوطة كومبلي زيت هنا شوية فخوماج ابيض او مثلاثات انا كان عندي هذا قدرت هذا تقدر يضيفي فخوماج اي فخوماج طاري ولا مثلاثات ولا مربعات ولا القو اللي عندك والشكل اللي عندك اي فخوماج باش يزيد النافل القو هذا ما كان رح نخلط الفخوماج معا لك خمف خش بهذا الشكل قوم بعد نضيف حبابيض ايضا هنا يا الكمية البيض ولا كرام فخش وهذا الخالط كامل تكون على حسب الخبز اللي استعملته ولا فاصل اللي استعملتها هنا اضفت غرفة في الاسود وشوية اعشاب منسيمة هذا ما كان بسكو ديجا كلش مالح وديجا الفخوماج تاني مالح مش شرط كما كم تشوفو ونضيفها من فوق فوق خبز التوست هكذا ونكون سخنت الفور تاعي الى 180 دراجة هنا نكمل كامل من فوق كما قد كوم هذا القغة بزاف سريع توجديها من فى عشرين دقيقة يكون واجد وهو كلش طيب نجد تنشفنا هذيك الكرام الفوقانية اللي درناها ونزيدو مرفوق شوية فخوماج غابي هلذا راح يضبو يحمر بهذا الشكل ما تنسونيش حباباتي بجامو كومنتار و باختاش دائما للقناة ان شاء الله تفرحوني كما كم تشوفو هنا راح ندخل هالفور كما قلت لكم على 180 دراجة ما تشدلكمش الوقت كل واحدة والفور نتاحا ما انا شدتلي 15 دقيقة هكذا 15 دقيقة حمارة كما كم تشوفو وذب كامل هذك الفخوماج وعطى اللون بزاف رائع كما كم تشوفو ان شاء الله هيكون عجبتكم لغسة تاليوم وهنا راح نقطع قطع هذا ونقدمو كما قلت لكم هذا القغة سهل وسارع وبزاف ابنين ويحبوه الاطفال كتكوني مشغولة ولا جي من برا ولا ولادك يكونوا يقرأ وكامل بزاف يحبو هذا الاطفال جربيه وديري الحشوة اللي حبيتيها مشي شرط ديري غير فيونداشي كما كم تشوفوا وقدميه الاطفالك بالصحة والهن ان شاء الله شاهدكم في الجنة بصحتكم ان شاء الله يجبكم الفيديو تالي يومنا لارضاكم في الاخرين ونقلكم ما تنسونيش بجعام وكمنتر وبرتجلي الفيديو ونتلقاو في فيديو اخر ان شاء الله سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر